بعد أشهر من الهدوء قصر المعاشيق في عدن يستعد لاسترداد كامل زخمه السياسي رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك وبموجب اتفاق الرياض سيصل للعاصمة المؤقتة عدن ليبدأ بتطبيق نقاط اتفاق الرياض التاريخي وهو الأمر الذي يتطلع إليه المواطنون كثمرة غالية للمصالحة الوطنية إن شاء الله يكون هذا الاتفاق مصلحة للجميع للبلاد كاملة مصلحة اليمن بشكل كبير إن شاء الله اتفاق الرياض يلقي بظلاله الإيجابية على عموم المناطق المحررة لا سيما في العاصمة المؤقتة التي شهدت جرعات مكثفة من التفاؤل السياسي وذلك مع اكتمال التسوية السلمية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي واليوم يتطلع المواطنون في عدن وفي عموم المحافظات المحررة إلى تنفيذ بنود الاتفاق والتي من شأنها أن تحسن وضعهم الأمني والمعيشي خرجات الحوار لازم تنفيذها من كل قوة سياسية ما فيها الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الترحيب الشعبي والنخبوي الواسع باتفاق الرياض يعكس جملة من الدلالات السياسية أولها حاجة اليمنيين الماسة إلى إعلاء كلمة التوافق والمضي نحو مرحلة البناء وثانيها قدرة المملكة العربية السعودية على تتشيني مسار الحل السياسي بعد أن نجح سابقا في تغيير المعادلة العسكرية بين توافق السياسين وتفاول المواطنين يعيش المشهد اليمني مرحلة استثنائية يراها الكثيرون مقدمة لبدء صفحة جديدة صوب إنهاء الانقلاب الحوثي وإحلال السلام وبدء دوران عجلة التنمية في اليمن ناصر حبتر موفد قناة الإخبارية ساحل أبيان عدن